هنروح للأخبار المحلية خبر سعيد جداً أسعدنا اتحاد الدولي للكرة الطائرة أعلن ورسمياً تأهل منتخب الطائرة كثالث أفريقيا يلعب بطولة العالم القادمة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة برئاسة البرازيلي آري جراسا أعلن قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم اللي جاية واللي هتتلاقي في روسيا في صيف 2022 القائمة دي ضمت 24 منتخب من دمنهم منتخبنا الوطني يبقى كده 3 فرق دخلوا من أفريقيا وده عن طريق تصنيف العالمي لأن منتخبنا كان في التصنيف التسعتاشر عالميا منتخبنا كان جيه في المركز السالد في البطولة الأفريقية اللي فاتت اللي كانت في رواندا بعد ما يفوزنا على المغرب في مبارات تحديد المركزين الثاني والرابع من نتيجة 3 واحد بتوفير منتخب الطائرة وخلينا أقول لكم إحنا كنا حزنانين أن المنتخب ما خدش بطولة أفريقيا بس يتأهلوا بطولة العالم أكيد حاجة تساعدنا في ظل الظروف الصعبة التي تعرضت لها منتخب مصر سواء الإعداد ضعف الموارد الحاجات دي كلها كونوا يتأهلوا بطولة عالم في ظل الظروف دي لا ده إنجاز كويس وحاجة طيبة نتمنى نتمنى أن وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة تبتدي تعد الفريق كويس يعني ليه بقول وزارة الشباب والرياضة لأن طبعا عارفين حضراتكم أنه دلوقتي في لجنة مؤقتة هتدولي الانتخابات وهيجي التحاج جديد التحاج جديد مش هيبقى يلحق إياه من الحاجة فلازم الوزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي طبعا اللي هو والد أو أخر كل الرياضيين لازم يركز مع المنتخب ده وتعمل له إعداد كويس قوي لأن لو الوزارة ما تبنتش ده مفيش اتحاد لسه الدنيا مش ستيبل الانتخابات أخبارها إيه إمتى التحاج جاي؟ هيفوت ست أو خمس شهور أو بالما يجي التحاد ويستقر مش هيبقى فيه فترة وهيبقى فيه تسليم وتسالب الاتحاد ملهاش حل تاني غير وزارة الشباب والرياضة تتولى ترعاية هذا المنتخب وبرضو خليني أتوقف شوية يعني بالرغم أن إحنا كنا زعلانين ولكن التأهل ده بسطنا وأن المنتخب يجي في التصنيف التسعة عالميا ده حاجة كويسة جدا برضو حاجة مش وحشة يعني لو ربنا كرمنا وعملنا مطشات أو مطشين كويسين في دولة العالم ممكن التصنيف ده نوصل لأحسن 12 أحسن 13 الفريق في العالم بس الحقيقة وضع كرة السلة هو اللي مزع عنا شوية وضع كرة السلة لجال المنتخب أن ياخد 11 أفريقيا ما زال مزع عنا أملنا أن إحنا نتأهل لكأس العالم ولكن التصفيات عنيفة جدا تصفيات كأس العالم من كرة السلة تصفيات عنيفة جدا 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 مجموعة قوية هترد بعد كده على مجموعة تانية قوية يعني مش بصين قوي أن احنا خلاص على اللي فات ولكن لازم إن شاء الله منتخب مصد أهل كرة السلة غبنا فترة طويلة محتاجين تاني كرة السلة المصرية ترجع كنا وصلنا الترتيب حاجة و30 عالميا دلوقتي الجانب حاجة و60 عالميا محتاجين نرجع تاني لوضعنا الطبيعي نحنا على أهل في أفريقيا نبقى أول أو تاني أو تالت فرقة في أفريقيا في البطولات كلها نتمنى كل التوفيق لكرة السلة المصرية زيما كرة الطائرة نجحت لنها تتأهل بطولة العالم